كل مرة بتاريخ معالجة النفايات بلبنان البلدية بيجيها كل اخر شهر فتورة مع كشف حساب تنازج تناط انتو نهار التنين بواحد الشهر الساعة عشرة والساعة تناعش والساعة تنتين جبتو هالقدي بيجي هو بيجي رئيس البلدية كانوا يجو مفروزين بس ما كانوا يجو مكبوسين هايدي كمان اقول هلا شوية تقنية هايدي بس كمان يومتا نقدر ننجح بمعالجة النفايات بدنا نغير الطريقة يعني لازم نقتنع انه من بعد عشرين سنة عم نعمل نفس الشي ونفس الشي هلا جايين بدنا نرجع نتوقع غير نتيجة لا يعني ما هيدا الجنون بحد زيته خلاص لما ركمنا عشرين سنة تفشل كبلد بمعالجة هيدا الملف صار لازم يلي هو لقيت هيدا الملف وبعده عم بيفكر بنفس الطريقة وبدو ياخدنا لنفس المعال انه خيبتك تزوق وتزيح شوي انت وتترك مجال لغيرك بغير طريق التفكير وبغير مقاربة لهالمشكل انه هنا يعرضوا حلوله مين كان اكبر قعداء لكل هالبروجيكت وهالانتاج الفكرة ازت كوروبشن ازت بهيفير ازت هيومن بهيفير ازت اوارنس هيدا الملف هيدا الملف لانه انا وعم بعمل ريسورج انا ما كنت بعرف كتبعرف انه فيه مافيا الادوية كتبعرف انه فيه مافيا السلاح بكل شي في لبنان كل شي عنده مافيا اي نافر نيو انه فيه شي اسمه مافيا للزبالة ويتس انترناشنال مش بس بلبنان مش هيك فيه مافيا المشاريع يعني اليوم فيك توسع المافيا للمشاريع يعني اليوم راحوا جيبوا قرد تنقول من البنك الدولة تنعمل كان فيه فترة وهذا القرد ما مشي بس بزحلة جيبوا مرة خمسة وخمسين مليون دولار تنعمل مطامر بكل اراضي اللبنانية اكيد الناس ما قبلت ما حدا بيقبل يعمل مطمر عنده خصوصي انه تاريخنا بانشاء وادارة المطامر مخزي يعني ان كان ببرج حمود اول مرة لان رحنا عن ناعمة جبل صيدة جبل بصور فيه على عين شو اسمه نسيت شو اسم المنطقة عندن كمان هي قريبة كتير على البحر وقريبة كتير من ينابيع الماي يلي بتشرب منها مدينة سور المعمة اسمه بعين بعال وهديك اسمه عين شو هلا بتذكر لك ايه بقى بيجي كمية مصاري كبيرة بقى بيبلشو يحومو هولي يلي بدو يلحص اسبعو بدو ما يعطيك شي شغل اوكي وبتركب حوسة انه هي اللي بتحكي بهول مشاريع شو ازا انت بدي يطلع لك شي من هالمشاريع بديك تروح تحكي معهول او بديك تتزلى ميلون او بديك تكوني تعريف الاقطاع خزمة شي عندن اوكي اوكي نحن قررنا نخي نحن هيدا الموديل كله ما بدنا نفوت فيه عفكرة هارفرد بيزنس سكول بيعلموا كيس ستادي عن سيدر انفيرومنتل الكيس ستادي اسمه كوروبشن انوفيشن فيرسز كوروبشن ان لبنون سيدر انفيرومنتل اللي هي قصة قرطة شباب قرروا انه نحن خي الشغف طبعنا هو معالجة النفايات بس نحن ما رح نفوت بهالنظام الفاسد التحاصصة ولا رح نتزلف لحدا لحتى يعطينا مشاريع نحن رح نستعمل الانوفيشن ونروح مباشرة لعند اللزبون اللي هو البلدية وقتها وخصوص البلديات يلي ما كانوا محظيين بهيدي التركيبة يلي هي كانت سوكلين بالاساس يعني انه انت كان سوكلين كانوا يتمقطعوا بالناس يعني انه تا اخر شي مرة قالهم يعني انه يلي ما بده يروح هو ياكل سبالته عدة موسقة صح يعني هون خطر لما بتعطي احتكار لحيا اللحظة مع كل حال نحك فيها بعدين بس اليوم اليوم لما انت بتقرري انه انا ضد مش مش عن تايسني انا ضد هالطريقة بالتعامل او بالتعاطي مع هيدا الملف لانه شفت انه النتايج تبعه كارثية بينواي اللي مسكين هيدا الملف عم ياخدونا من كارثة الى كارثة يعني نحنا اليوم ازا بتجي بتطلع بملف معالج للنفايات باللبنان نحنا ما عملنا شيء الا مطامر وحتى شروط شو بيفوت على المطمر ما احترى منيها ما احترى منيها يعني اليوم نحنا عم ناسس لكارثة هلأ بالجديدة صار فيه جبلين كتير كبار ويقال هلأ انه بدون يستعملوا هالنفايات ليطموا البحر شمالا طي يصلوا على دبي خلي الكامس تصوري تصوري لأ تصوري شو هالطريقة بالشغل يعني وشو رح يطلع شو رح يطلع عمار هنيك بقى كتير مهم كان بالنسبة لقلنا وكتير صعب بس ما بالنسبة لقلنا كان اهم انك تمشي هالطريق مش انك تدفدية لانه صعبة طريق كانت صعبة اكيد انت ماشي ضد الكل انت في ملف النفايات عفكرة هايدي كمان انت تعرفي نحنا بعشرين سنة يعني نحنا من ال92 لتقريبا ال2012 صرفنا مليارين و300 مليون دولار على النفايات 20 سنة مليارين مليارين و300 مليون دولار اليوم ما فيك تقولي في معمل واحد عبيش تغيل من هال من هالمصاري اللي نعطيت ما في اوكي طيب شو بتعملي يعني فيك تقولي خي خلو شو بده انا ما رح نعمل شي نضبك لكيشنا ونفل او خلينا رح نشوف شهلة تانية كيف زورة بت لانه بحب الشي اللي بعمله لانه اللي بحب شي اللي بعمله فكرنا بطريقة انه يخي انت ما الك ولا باب بهيدا بهالبورصة يلي حطوها اول شي لا هن متلك ولا انت متلون ولا هن باخليقك ولا انت باخليقون ولا حتى تقنيا يعني انه نحنا اخر شي تقنيا هيدا الموديل ما عمل شي هيدا زق زبالة من راح جمعها هيدا تاكسي هيدا تاكسي بس بدل ما بيزق عالا ممكن عم بيزق زبالة نحنا اليوم هلا اليوم عم بحكيك بتموز الالفين واربعة وعشرين نحنا بيطلع كاميون من بيروت على فريا بيعبس بالي بيكبسها بيفعصها وبينزل فيها من فريا بيروح بيكبها متل ما هي بالجديدة كله خسارة بخسارة وانت 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 وانا سفر سفر كلنا عم ندفع وكلنا عم ندفع هلا تما يعمل شي تما نعمل شي تما نستفيد شي لانه بعضهم كانوا بينظروا انه هيدا النفاية هيدا شي مقرف بينما انا بالنسبة لقلي من اللي تعلمت معهم حبيت لزل حبيتها اكيد حبيتها الشغل حبيت الفكرة انه انا اليوم شي عم روح كبه ولوس وانزع فيه هو ذاته عم بستعمله مواد اولية عم بعمل صناعة منه عم بخلق حركة اقتصادية عم بخلق منتج منتج خالص انا عم بستورده لما صارت ازمة النفايات باللبنان ضلت سنة من تموز 2015 لأيلول 2016 بس خلصة الازمة وقالوا كمانا بنا نعمل مطامر كان عندي حشرية قارف قديش نحنا كبلد منستورد سماد عضوة او كومبوست عنا بالجمرك اللبناني عندهم ديتابيس بيستعملوها لكل البضاعة اللي بتفوت وكل البضاعة اللي بتظهر كلها عندها كوديت بقى رحت ضلت من 2016 ل2019 على 4 سنين شوف قديش نحنا كبلد منستورد كومبوست بينما نحنا عم ناخد بلتنا ونكبها بالجديدة ونكبها بكوستا برابا فيها تتحول استوردنا 55 ألف طون سماد دفعنا حقهم 13 مليون 500 ألف دولار ونحنا عم نروح نكبس بلتنا بالبحر وهن هول البضاعة اللي بنستوردها هي معمولة من نفية عضوية ومن سماد حيواني ومن 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 صنعوون عقموون حطوون بكيش حلوة مرتبة وكذا وشحنو لنا ياهون وعرفي انه بالسواد الشحن بيكلفك 50 بالمية من قيمة حقه يعني اذا حقه دولار برا واصل لعندك دولار ونص هاي دي بعد لا زقتي من البور ولا حطيتي ولا دفعت عليهم صريف ولا حطيتي علي رباح طيب نحنا كيف بدنا نعمل زراعة